الأبرز الآن اللي تطفو على السطح هي مشكلة الأخوة في البيت السني وما حدث من فراغ برئاسة مجلس النواب اللي هي عرفا من الاستحقاق الأخوة في البيت السني المصالح تلعب دور كبير بهذا الموضوع حسنا ما نريد نتكلم على الأوزان الانتخابية نعم هي الأوزان الانتخابية داخل البيوتات أو عدد المقاعد لها حضور ولها تأثير لكن المصالح هي ترجح الكفة خصوصا أنه احنا هذه يعني مثلا اختيار رئيس البرلمان من داخل البيت السني المصالح عفوا فيما بين المكون السني يعني تقصد الفصيل السياسي السني فيما بينهم طبعا ما أكو نص دستوري يقول أنه للكتلة الأكبر عرف هذا يعني داخل داخل المكون أنا أتكلم مش العرف بأنه الكتلة اللي طلع أكثر أصوات هي يروح لها أنه رئاسة البرلمان ما شهدنا من انقسامات بالبيت السني كانت كبيرة خصوصا أنه احنا شهدنا قبل هذه الجولة كانت هناك جولات لانتخاب وكانت الأسماء التي طرحت فيها إشكالات كثيرة أخوه بتقدم طرحه اسم السيد شعلان الكريم واللغط اللي رافق ترشيح السيد الكريم بعدين بقى السيد المشهداني والسيد سالم العيساوي ومولاء المرشحين وبالجولة اللي سبقت هذه الجولة كانت هناك منافسة بين السيد العيساوي والسيد شعلان الكريم وما كانت أكو حظوظ لسيد المشهداني تفوق السيد العيساوي بفارق الأصوات وكان من المؤمل أن تكون هناك مباشرة جولة أخرى لحسم هذا الموضوع لكن ما حدث في تلك الجلسة وتأخرت هذه الجلسة بعدين طفت على السطح قضية شعلان الكريم وتم استبعاده من الترشيح وبقت المنافسة محصورة بين المشهداني الأخوه بتقدم الآن أصبحوا يدعمون السيد المشهداني الاعتبارات عديدة ومنها أقول هذه الانقسامات داخل المكون تخلي التقدم يدعمون السيد المشهداني الاعتبارات عديدة يمكن أهمها ما يريد السيد الحلبوسي أن يكون مرشح أو رئيس برلمان من البيئة اللي هو كان موجود بها يعني سيد الحلبوسي داعم سيد الحلبوسي الآن داعم داعم السيد المشهداني بصورة علنية الأخوة بتقدم ويقولون نحن المثل الأغلبية لكن المفارقة هم نفسهم كانوا يشكلون على السيد المشهداني عندما كان السيد شعلان الكريم مرشح ويقولون هذا مرشح السيد المالكي وما يصير يجي واحد يدعمه يصير علينا رئيس مجلس النواب هو من الإطار يعني هذا مرشح الإطار هسه صار مرشح تقدم للآن داعم العدد الإطار ايه للآن الإطار رمل كرة بملعب النواب وحضر الإطار بمكونات داخل مجلس النواب الآن الجولة يعني انتهت هذه الجولة بحصول السيد المشهداني على ممكن مئة واثنين وخمسين صوت والسيد العيسى وعلى خمسة وتسعين صوت وهناك أصوات باطلة والسيد عامر عبدالجبار تسع أصوات كل هذا ما يحسم احنا نحتاج النصف زائد واحد مئة وخمسة وستين أعتقد يالله يقدر يحصل يفوز برئاسة مجلس النواب هناك جولة ثانية طوب مجان نص ساعة من أجل أن تكون هناك جولة ثانية لكن كل البوادر أعتقد تقول أنه ما راح تنحسم هذه القضية حتى بالجولة الثانية ترجمة نانسي قنقر